اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية جراحة تطويق المعدة مقدمة تترافق السمنة بالعديد من الامراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وتنكس المفاصل وتؤدي هذه الامراض اضافة الى السمنة في حد ذاتها الى زيادة مخاطر الوفاة قد تكون الجراحة مفيدة في تخفيف الوزن عندما تفشل الوسائل الاخرى مثل اتباع نظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعرف الجراحة التي تجرى لمساعدة المريض على تخفيف وذنه باسم جراحة السمنة ان تطويق المعدة هو احد انواع جراحة السمنة وربما ينصح الطبيب مريضه بالخضوع لجراحة تطويق المعدة لكن القرار باجراء هذه العملية او عدم اجرائها يعود للمريض نفسه في نهاية المطاف يشرح هذا البرنامج التطقيفي ما هي عملية تطويق المعدة كما انه يناقش ايضا السمنة وسبل المعالج المختلف المتاحة لعلاجها ثم يجري تقديم منافع ومخاطر جراحة تطويق المعدة ويناقش هذا البرنامج في النهاية ما الذي يمكن توقعه السمنة تترافق السمنة مع العديد من الامراض الخطيرة التي يمكن ان تؤدي الى الموت ومن هذه الامراض السكري ارتفاع ضغط الدم مشاكل القلب التهابات المفاصل وتنقصها انقطاع النفس النومي حين يتوقف التنفس لفترات قصيرة في اثناء النوم كما يمكن ان تؤدي السمنة ايضا الى شعور المريض بنقص الاعتداد بالنفس وانسحابه من المناسبات والانشطة الاجتماعية وهذا ما يقوده غالبا الى العيش في عزلة وتغضو هذه العزلة تامة عندما يصبح التحرك والاختلاط مع الاخرين خارج دائرة الاقباء المقربين اكثر صعوبة بالنسبة للشخص البدين اصبحت السمنة اكثر شيوعا وهي تنجم عن عوامل جينية او وراثية نمط الحياة الخاملة حيث يمارس الشخص القليل من التمارين او لا يمارس اي تتمارين على الاطلاق تناول الاطعمة غير المغذية ذات المحتوى المرتفع من السعرات الحرارية والتي تعرف باسم الاطعمة السريعة لقد وضع العلماء صيغة لمعرفة ما اذا كان الشخص يعاني من السمنة ام لا وهي تعرف باسم مؤشر كتلة الجسم بي ام اي يستطيع اي شخص معرفة مؤشر كتلة الجسم عنده وفق النظام المتري وذلك بالطريقة التالية اولا تقصيم وزنه بالكيلو جرام على طوله بالامتار ثانيا تقصيم النتيجة مرة اخرى على طوله بالامتار فاذا كان هناك شخص طوله متران ووزنه مئة كيلو جرام على سبيل المثال فان مؤشر كتلة الجسم عنده يبلغ خمسا وعشرين اما اذا اراد الشخص معرفة مؤشر كتلة الجسم بالرطل فان عليه اولا ان يضرب وزنه مقدرا بالرطل بسبعمائة وثلاثة ثانيا ثم يقصم النتيجة على طوله مقدرا بالبوصة كل قدم تساوي اثنتي عشر بوصة ثالثا ثم يقصم النتيجة مرة اخرى على طوله مقدرا بالبوصة فاذا كان وزن شخص ما على سبيل المثال مائتين وعشرة ارطال وكان طوله سبعين بوصة فان مؤشر كتلة الجسم عنده يبلغ ثلاثين تقريبا ان مؤشر كتلة الجسم يشير الى العلاقة بين الوزن والطول والمجال الطبيعي لقيمة مؤشر كتلة الجسم هو ما بين ثمانية عشر ونصف الى اربعة وعشرين وتسعة بالعشر لقد حدد مقدم الرعاية الصحية الفئات التالية لمؤشر كتلة الجسم اذا كان المؤشر اقل من ثمانية عشر ونصف فان الشخص يعد ناقص الوزن اذا كان المؤشر ما بين ثمانية عشر ونصف واربعة وعشرين وتسعة بالعشر فان الشخص يعد ذا وزن طبيعي اما اذا كان المؤشر ما بين خمسة وعشرين وتسعة وعشرين وتسعة بالعشر فان الشخص يكون زائد الوزن ويكون الشخص بدينا اذا كان المؤشر اعلى من ثلاثين يمكن لأي شخص استخدام هذا الرسم البياني لمعرفة مؤشر كتلة جسمه حيث يبحث أولا عن الرقم المعبر عن وزنه على المحور الأفقي في أسفل الرسم ثم ينظر إلى الخط الصاعد من النقطة الموافقة للوزن حتى الوصول إلى الخط أو السطر الموافق للطول وبعد ذلك يمكن تحديد الفئة التي ينتمي إليها وزنه ينصح الأطباء بإجراء جراحة تطويق المعدة للمرضى الذين يعانون من السمنة فقط وهم لا ينصحون بها للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن ويشرح المقطع التالي أجزاء الجسم المختلفة التي تشملها عملية تطويق المعدة جهاز الهضم تعد المعرفة الجيدة بجهاز الهضم أمرا ضروريا من أجل فهم عملية تطويق المعدة يشرح هذا المقطع بنية جهاز الهضم ووظيفته تعني عملية الهضم أن الطعام الذي نتناوله يتجزو إلى أجزاء صغيرة جدا بحيث يمكنها الدخول إلى مجرى الدم يذهب الطعام بعد أن نمضغه ونبتلعه عبر المريء إلى المعدة حيث يقوم حمض قوي بمتابعة عملية الهضم وتستطيع المعدة أن تستوعب حوالي لتر ونصف اللتر من الطعام في كل مرة تنتقل محتويات المعدة بعد ذلك إلى الاثنى عشر وهو القطعة الأولى من الأمعاء الدقيقة حيث تنتزج هناك مع عصارات خاصة آتية من الكبد تسمى الصفراء وعصارات أخرى قادمة من البنكرياس تسرع الصفراء والعصارات القادمة من البنكرياس عملية الحضم ويجرم تصاص معظم كمية الحديد والكالسوم المتوفرة في الطعام الذي نتناوله في الاثنى عشر يعد الفيتامين بي 12 عنصرا ذا أهمية كبيرة لصحة الأعصاب وهو يمتص فقط في مجرى الدم بمساعدة عامل كيميائي خاص تصنعه المعدة يقوم الصائم واللفائفي وهما الجزآن الباقيان من الأمعاء الدقيقة التي يبلغ طولها 6 أمتار تقريبا باستكمال امتصاص السعرات الحرارية والمواد الغذائية كلها تقريبا ويجري تخضين جزئات الطعام التي لا يمكن هضمها في الأمعاء الدقيقة ضمن الأمعاء الغليظة أو القولون حيث يجري تشكيل البراز ثم يجري التخلص من البراز بعد ذلك من خلال فتحة الشرج برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية خيارات المعالجة يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بمساعدة مرضى السمنة على التخلص من الوزن الزائد بواسطة مجموعة متنوعة من الأساليب العلاجية التي تشمل اتباع نظم غذائية معينة وممارسة الرياضة وتقديم المصائح واستعمال الأدوية والجراحة وتعد الحلول الجراحية هي الملجأ الأخير لقد تم وضع العديد من الأنظمة الغذائية للمساعدة على إنقاس الوزن ينبغي على المرضى الذين يعانون من زيادة غير خطيرة في الوزن أن يكتفوا بتطبيق نظام غذائي خاص تحت إشراف طبي لا تساعد التمارين الرياضية على تخفيف الوزن فحسب وإنما تجعل الجسم أكثر صحة وتراسقا وتجعل الناس يشعرون بالرضى عن أنفسهم يمكن أن تساعد المشورة بعض المرضى على السيطرة على عاداتهم الغذائية وتحسين صورتهم عن أنفسهم والتخفيف من شعورهم بنقص الاعتداد بالنفس الأدوية هي أحد أساليب المعالجة المتاحة أيضا ولكن قد يكون لبعض هذه الأدوية تأثيرات جانبية ضارة لذلك يجب عدم استعمال أدوية تخفيف الوزن إلا تحت إشراف طبي هناك عدة أنواع لجراحة السمنة وهي أنواع مختلفة من العمليات الجراحية التي يمكن أن تساعد على تخفيف الوزن تهدف بعض هذه العمليات إلى جعل المعدة أصغر حجما وهي تعرف باسم عمليات التصغير وتشمل طوق المعدة المتغير واستئصال المعدة الكمي العمودي هناك عمليات أخرى تهدف إلى تجاوز معظم الأمعاء الدقيقة حيث يجري امتصاص المواد المغذية وتعرف هذه العمليات باسم عمليات تقليل الامتصاص يناقش هذا البرنامج التثقيفي عملية تطويق المعدة وهو من أكثر عمليات جراحة السمنة شيوعا في العالم ليس جميع المرضى مؤهلين لجراحة السمنة وحتى يكون المريض مؤهلا لهذه الجراحة ينبغي أن يكون إما مؤشر كتلة الجسم لديه أربعين أو أكثر وهذا يعادل زيادة في الوزن تساوي خمسة وأربعين كيلوغراما عند الذكور وستة وثلاثين كيلوغراما عند الإناث أو مؤشر كتلة الجسم لديه بين ثلاثين وتسع وثلاثين وتسعة بالعشرة ويعاني من مرض خطير مرتبط بالسمنة كالسكري من النمط الثاني وأمراض القلب وانقطاع النفس النومي يقوم الطبيب بعد أن يجري تحديد أن المريض مؤهل للخضوع لجراحة السمنة بشرح مخاطر العملية ومنافعها وما الذي يمكن توقعه بعد العملية ولا ينصح الطبيب بإجراء هذه العملية إلا بعد أن يتأكد من استيعاب المريض لمخاطرها ولتغييرات نمط الحياة التي يتوجب عليه القيام بها بعد العملية مع التأكد أيضا من استعداده للقيام بهذه التغييرات الجراحة يشرح هذا البرنامج عملية تطويق المعدة تجرى هذه العملية تحت التخدير العام وهذا يعني أن المريض سوف يكون في حالة نوم عميق ولن يشعر بأي ألم يمكن إجراء العملية عبر شق جراحي كبير في البطن أو بواسطة المنظار عبر بضعة جروح صغيرة في البطن حيث تسمى في هذه الحالة الجراحة بالتنظير أو الجراحة التنظيرية ومن ميزات الجراحة التنظيرية أن المريض يشعر بانزعاج أقل ويتمكن من مغادرة المستشفى في وقت أبكر إن المرضى الذين سبق أن خضعوا لعملية جراحية في البطن أو المرضى الذين تتجاوز أوزانهم 159 كيلو جراما قد لا يكونون مؤهلين للخضوع للجراحة التنظيرية كما أن الجراح قد يضطر أحيانا للتحول إلى الجراحة المفتوحة بعد أن يكون قد بدأ العملية باستعمال المنظار وذلك إذا رأى أن الجراحة المفتوحة أفضل من أجل سلامة المريض يقوم الجراح في أثناء العملية بتحديد مكان المعدة ويحررها من الأنسجة المحيطة بها ثم يضع حلقة خاصة حولها لجعل جزء المعدة المتصل بالمريء أصغر يقسم هذا الإجراء المعدة إلى جزئين صغيرين أحدهما قرب المريء والآخر قرب الاثنى عشر يفقد المريض من وزنه بعد العملية لأن الجزء من المعدة الذي يستقبل الطعام من المريء يصبح أصغر مما يؤدي إلى أن المريض يأكل أقل ويشعر بالشبى عند تناول كمية قليلة جدا من الطعام تتصل الحلقة الخاصة التي تطوق المعدة مع مستودعها الذي يوضع تحت الجلد ويستطيع الطبيب حقن محلول ملحي في المستودع لجعل الطوق أكثر شدا وعلى العكس يمكن أيضا سحب كمية من المحلول الملحي لجعل الطوق يرتخي قليلا بعد انتهاء العملية يأخذ المريض إلى غرفة الإنعاشي بعد افتيقاضه المخاطر والمضاعفات عملية تطويق المعدة هي من عمليات البطن الكبرى والتي تتضمن مخاطر ومضاعفات معينة وقد ترتبط هذه المخاطر بالتخدير العمل الجراحي بشكل عام عملية تطويق المعدة نفسها تضم مخاطر التخدير العام الشائعة وآثاره الجانبية الغثيان والتقيق ومشاكل التبول وعط الشفة وتكسر الأسنان والصداع أما المخاطر الأكثر جدية للتخدير العام فمنها النوبات القلبية والسكتات الدماغية والالتهاب الرئوي يقوم الطبيب المخدر عادة بمناقشة هذه المخاطر مع المريض ويسألهما إذا كان يتحسس من بعض الأدوية يمكن أن تتشكل جلطات دموية في الساقين بسبب الاستلقاء المديد خلال أو بعد العملية وقد تنتقل الجلطات الدموية إلى الرئتين الأمر الذي قد يكون قاتلا ويساعد المشي في أبكر وقت ممكن بعد العملية على منع تشكل الجلطات الدموية كما أن استعمال جوارب الساق الضغطة ومميعات الدم كالإنو زابرين والهيبارين يساعد أيضا على منع تشكل الجلطات الدموية في الساقين إن عملية تطويق المعدة كأي إجراء جراحي آخر تحمل خطر التنذب والنصف والعدوى قد تكون الندبة قبيحة مظهر خاصة في حالة العملية الجراحية المفتوحة حيث يمتد الشق الجراحي بشكل مستقيم حتى منتصف البطن وهو يمتد من عظم القص إلى أعلى السرة أما بالنسبة للعملية التنظيرية فإن الشقوق تكون أصغر وهي تساوي سنتمترين ونصف تقريبا لكل شق على جانبي البطن قد يحدث نصف غزير أيضا وقد يحتاج المريض إلى نقل الدم وربما إلى إجراء عملية أخرى كما قد يتعرض المريض للعدوى رغم أن ذلك غير شائع ويمكن أن تكون العدوى سطحية أو عميقة وقد تهدي العدوى السطحية إلى تأخر شفاء الجرح الأمر الذي يحتاج معه المريض إلى تناول المضادات الحيوية وتغيير الضماد في مكان الجرح يوميا حتى يشفى وربما تدعو الضرورة في بعض الحالات إلى إجراء عملية أخرى قد تحتاج العدوى العميقة المعروفة باسم التهاب الصفاق إلى المعالجة بالمضادات الحيوية وإجراء عملية أخرى أيضا كما قد تؤدي إلى حدوث تندب داخلي هناك بعض المخاطر المتعلقة بعملية تطويق المعدة نفسها ومنها إصابة الأعضاء الداخلية كالكبد والطحال والشرايين والأورذ الكبيرة بجروح وقد يحتاج هذا النوع من الإصابات إلى إجراء عملية أخرى لإصلاح العضو المصاب كما أن هذه الإصابات قد تؤدي إلى الموت في حالات نادرة قد ينزل خطوق وربما يتطلب الأمر استبداله جراحيا قد ينفك الطوق أو الخزان أي المستودع أو القطع الواصلة بينهما مما يتطلب عملية أخرى لتثبيتها من جديد يتعرض المرضى الذين خضعوا لجراحة تطويق المعدة لخطر تآكل الطوق في المعدة بنسبة 1 إلى 2% طوال حياتهم مما قد يؤدي إلى حدوث التهاب مما يتطلب إزالة الطوق والجهاز بأكمله يمكن أن تحدث فطوق حيث يحدث الفطق عندما تصبح عضلات البطن ضعيفة بسبب العملية الجراحية وتبرز الأمعاء تحت الجلد وقد تحتاج الفطوق إلى عملية جراحية لإصلاحها قد تحدث القرحات التي يمكن معالجتها بالأدوية المضادة للقرحة كما يمكن أن تتوسع المعدة المنكمشة مما قد يسبب الفواق أي الحاذوقة والنفخة ليس هناك طريقة مضمونة لتحقيق نقص الوزن والمحافظة عليه بما في ذلك الجراحة فالنجاح ممكن فقط مع أقصى حد من التعاون من قبل المريض ومع الالتزام بتغيير عادات الأكل والرياضة كما أن المتابعة الطبية ضرورية ويجب أن يستمر هذا التعاون والالتزام مدى الحياة بعد العملية قد يبقى المريض ليلة في المستشفى في وحدة المراقبة عن بعد بعد الجراحة قد يطلب الجراح الحصول على صورة للمعدة بالأشعة السينية للتأكد من أن التوقف وضع جيد من الضروري جدا أن يبقى المريض نشيطا في أثناء إقامته في المستشفى وأن يتمشى في الردهات فذلك يساعد على الوقاية من الجلطات الدموية والالتهاب الرئوي والعمساك يجري تزويد المريض أيضا في أثناء إقامته في المستشفى بجهاز صغير يسمى محفز التنفس وذلك لمساعدته على التنفس وهو يساعده على الوقاية من الالتهاب الرئوي ومن الخماص الرئة وغير ذلك من مشاكل الرئة ويمكن أن يكون السعال والتنفس العميق مفيدين أيضا حالما يسمح الجراح للمريض بتناول الطعام فإنه سيوضع على نظام غذائي خاص مؤلف من السوائل في أول أسبوع ثم على أطعمة طرية أو مهروسة لمدة أسبوعين آخرين لن يكون المريض قادرا على تناول كمية كبيرة من الطعام لأن عملية تطويق المعدة قد جعلت المعدة أصغر حجما يجب على المريض أن يتناول الفيتامينات والمتممات التي تحتوي على الحديد والكالسيوم بانتظام وكذلك الأدوية التي يرى الطبيب أو اختصاصي التغذية أنها ضرورية تعد جراحة إنقاص الوزن ناجحة عندما يتم فقد نصف الوزن الزائد ويحافظ المريض على هذا مدة خمس سنوات فإذا كان هناك مريض على سبيل المثال لديه وزن زائد يساوي 90 كيلو جراما فإن عليه أن يفقد 45 كيلو جراما وأن يكون قادرا على المحافظة على هذا طوال السنين الخمس القادمة يقدر فقدان الوزن خلال أول سنتين بعد جراحة تطويق المعدة بـ 50% إلى 70% من الوزن الزائد تقريبا ورغم أن بعض المرضى قد يستعيدون بعض الوزن خلال السنوات التالية فإن كثيرا من المرضى يحققون فقدان وزن بين 60% إلى 70% من الوزن الزائد لمدة عشر سنوات أو أكثر ينبغي على المريض بعد أن يعود إلى المنزل أن يقوم بالنشاط نصف ساعة يوميا وعليه أن يمشي خلال الشهر الأول وبعد ذلك عليه استشارة طبيبه حول الأنشطة الأخرى التي يمكن أن يقوم بها يوضع المريض على حمية كاملة من السوائل طوهل الأسبوع الأول بعد الجراحة يتلوه أسبوعان من الأطعمة الطرية أو المهروسة كما يجب أن تكون الوجبات غنية في البروتينات للمساعدة على عملية الشفاء قد يتخير المريض إذا كان يأكل بسرعة كبيرة أو يأكل كميات كبيرة أو يشرب السوائل في أثناء تناول الطعام ويجب تسجيل مراحبات حول الطعام للمساعدة على معرفة السبب التقيئ كما يجب على المريض أن يأكل ويشرب ببطء شديد وأن يشرب السوائل قبل أو بعد الوجبات بنصف ساعة أو ساعة كاملة وعليه أيضا أن يخفض كمية الكافيين التي يتناولها إلى كوبين وأن يمتنع عن تناول المشروبات الكحولية لأنه يكون أكثر حساسية لها بعد العملية على المريض أن يتبع القواعد التالية كي يساعد جسمه على الشفاء ألا يقوم بأي أنشطة مجهدة أو رفع أي وزن لمدة أسبوعين يجب عليه عدم رفع أي شيء يزيد وزنه على تسعة كيلوغرامات ألا يقود السيارة إلا بعد موافقة الجراح ألا يعرض الشقوق الجراحية للماء لمدة أسبوعين ويجب عدم الجلوس في مغتص أو أحواض المياه الساخنة لمدة أسبوعين يجري إغلاق الشق الجراحي بواسطة الخياطة أو الدرما باند وعلى المريض الاتصال بطبيبه أو الممرض إذا لاحظ أن الجرح قد أصبح أحمر اللون أو ساخنا أو متورما كذلك إذا لاحظ وجود أي نز من الجرح أو ازدياد الألمي في البطن أو إذا كان لديه حمى تزيد عن 38 و13 درجة مئوية يقوم الطبيب بوصف أدوية وفيتامينات للمريض وعليه التقييد بتناولها كل يوم طوال حياته ويجب عليه أيضا أن يتحدث مع طبيبه حول أي أدوية يتناولها حاليا سواء أكانت بوصفة طبية أو من دون وصفة وينصح الطبيب المريض بعدم تناول أي أدوية من تلك التي تباع دون وصفة طبية لأنها يمكن أن تسبب النسفة أو التقرح يمكن أن يتعرض المريض إلى مشاكل خطيرة إذا لم يتناول الفيتامينات والمعادن التي وصفها له الطبيب كل يوم وهو يحتاج إلى الكالسيوم لبناء عظام قوية والحديد من أجل صحة الدم والفيتامين بي 12 من أجل صحة الأعصاب وربما يتعرض المريض إلى مشاكل صحية إذا لم يتناول أقراص الفيتامينات والمعادن وعلى المريض أن يستشير طبيبه إذا شعر بالدوخة أو الوهن يمكن أن يكون الإمساك شائعا بعد الجراحة وقد يكون من الضروري تناول الملينات خلال أول شهر ومن الأطعمة التي يمكن أن تساعد على معالجة الإمساك هي البرقوق المجفف وصصة التفاح وشوفان كما أن شرب الكثير من الماء وممارسة التمارين يساعدان على التخلص من الإمساك أيضا قد يصاب المريض بالقرحة التي يمكن أن تعالج بالأدوية المضادة للقرحة ويجب التحدث مع الطبيب أو الممرض إذا تعرض المريض لغثيان شديد أو ألم في أثناء تناول الطعام يحتاج المريض بعد العملية إلى تنظيم زيارات منتظمة للمتابعة كما أنه يحتاج إلى اختبارات عامة سنوية يجري فيها فحص الدم للتأكد من أنه لا يعاني من عوز أحد الفيتامينات سيحتاج المريض إلى حقن دورية من السيلين في جذار البطن للحفاظ على تأقلم الطوق وتكيفه يجب على المريض الاتصال بالجراح عند ظهور أعراض من مثل الجوع المفرط أو الغثيان والجذر المفرط فقد تكون هناك حاجة إلى إزالة السوائل أو إضافتها من وإلى الطوق يجب أن لا تحمل المرأة في العام الأول بعد عملية تطويق المعدة لأن الحملة يكون خطيراً على المرأة وجنينها في هذه الحالة إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة تؤدي السمنة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة كالسكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وتنكس المفاصل قد تساعد جراحة السمن المريض على تخفيف وذنه عندما تفشل الوسائل الأخرى كالحمية والتمارين الرياضية إن عملية تطويق المعدة هي عملية جراحية كبيرة على البطن لها مخاطر ومضاعفات وعلى المريض أن يعرف هذه المخاطر والمضاعفات كي يساعد على تشخيصها باكراً في حال حدوثها تكون عملية تطويق المعدة ناجحة عادة يفقد معظم المرضى وزنهم بسرعة بعد العملية ويستمر نقص الوزن لمدة سنة ونصف إلى سنتين بعد العملية ويحافظ كثير من المرضى بعد عمليات معالجة السمن جراحياً على نقص في الوزن يعادل 60 إلى 70% من وزنهم الزائد لمدة 10 سنوات أو أكثر لا تضمن عملية تطويق المعدة أن المريض سوف يحافظ على نقص الوزن والنجاح على المدى البعيد غير ممكن إلا إذا كان المريض ملتزماً تماماً بتغيير عاداته الغذائية وبممارسة الرياضة بانتظام إذا كان لدى المريض أي أسئلة حول هذه العملية بما في ذلك كيف تعمل كوسيلة لتخفيف الوزن ومضاعفاتها المحتملة الحدوث والحصيل المتوقع منها وكيف يستفيد من هذه الوسيلة الجديدة لفترة طويلة بنجاح وأمان فإن عليه استشارة مقدم الرعاية الصحية شكراً لاستخدامكم برنامج Explain شكراً لاستخدامكم برنامج